أعرب رئيس مجلس الوزراء مصفى مدبولي عن سعادته بالتواجد في تونس لرئاسة وفد مصر في اجتماعات اللجنة المشتركة والتي تستهدف تعزيز مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين تصريحات مدبولي جاءت في أعقاب وصوله على رأس وفد وزري رفيع المستوى إلى مطار تونس قرطاج وذلك لرئاسة وفد مصر في اجتماعات الدورة السابعة عشر لللجنة العليا المشتركة بين البلدين التي تعقد جلساتها برئاسة رئيسي وزراء البلدين لتعزيز مجالات التعاون الثنائي وكان في استقبال رئيس الوزراء بالمطار رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمية وتم استعراض حرس الشرف من جانبها أكدت بودن على الأهمية الكبيرة التي توليها تونس لتعزيز علاقات التعاون مع مصر بما يعود بالنفع على شعبي البلدين الشقيقين ومن المقرر أن تشهد الزيارة التي تستمر على مدار يومين توقيع عدة وثائق في مجالات تخدم أهداف تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وتونس فضلا عن عقد المنتدى الاقتصادي المشترك لتبادل الرؤى حول الفرص الاستثمارية بين البلدين توقيع عقد المنتدى الاقتصادي المشترك لتعاون الثنائي بين البلدين توقيع عقد المنتدى الاقتصادي المشترك لتبادل الرؤى حول الفرص الاستثمارية